السلام عليكم يا احلى متتبعات كديري اللبس عليكم نهاركم بروك كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير في احوال جيدة فاليوما هكا يرجعت لكم فيديو جديد على القناة كنتمنى انه ينال اعجابكم جبت لكم هكا يرباط اقتراحات الوجبة الغداء فكما كتعرفو ما كيناش وحدة فينا اللي ما كتلفش اشنو الطيب للغداء ما كيناش يعني ضروري انك وخاتكني يعني محضرة جدول مسبق يعني الاكلات في الاسبوع ضروري ما كيجيش نهار انك يتحيري فلهذا انا يقتارت عليكم اربعة الوجبات سهلين صحيين والاهم انهم ما كياخدوش مننا بزاف دلوقت اللي بنات الاقتراح الاول هو اقتراح تيجي سراحة بنين الحمد الغنمي بها الطريقة كيجي بنين وغزال غير هو ضروري فالوصفة انه الحمد يكون دايش مجمد وكنوضعها كياف تنجرة سلطاس كنزيد علي اعشاب مناسمة خسيارية انا هنا يعضف صغير الزعصر هكا يحكيتو بين يدي ورقة سيدنا موسا انا كنفضل لربنات نستعمل الزعصر ديال العبار حيس كيكون فيها يعني كيكون فيه الجهد كسر من هادوك الاعشاب مناسمة اللي كيسباعوا في قريعات سمرجع هو اللي كنستعمل صراحة وغزال نزيد هكا في العطرية غزال نزيد غير الكمون والملح يعني الكمون حسب الرغبة او حسب الضوء وحتال حسب كميات اللحم اللي عندكم والملح كذلك على حسب الرغبة سوف نزيد سوف نزيد سوف نزيد سوف نسدع الكوكوس ونضع السفارة ونضعه على نار مهيلا يعني ما سوف نزيد لزبدة لا زيت لا ماء تقنوا البناس باللي هالطريقة ديال الحم تجي صحية ولديدة سوف نرافق هاد اللحم بخضر هكا هكا مشكلة يعني اللي متواجد عندكم فالدار او اللي حاسة باش نبغيتو انا درت هكا جازر مقطع المكعبات زيتلو هكا هي عطرية لحسب الضوء كما كان قللكم انا بحال هذه الوصفات ما كان عطيكم ش العبار يعني بالتدقيق معلقة صغيرة يعني لحسب الكمية وعلى حسب الضوء ديال كل واحد مهم انا يدرت هنا الكمون وسكنجبير وشوية الملح وشوية الابزار شوية البابريكا او للفلفل الاحمر سوف نزيد الزعتر حيث حتى الخضراء بغيتها بغيتها كي يتجي من السمالية بطيبة الزعتر سنزيد الزعتر ونخلط كل شي بزيت الزيتون فسيق نوال الابنات باللي هاد طبق تيجي صحي صحي مية في المية يعني كتعرفوا باللي الزعتر كي يدين ذاك الاحساس بالتخمة ديال اللحم وكذلك عودتاني زيت الزيتون يعني كي إلمين ذوك الدهنيات اللي غير مفيدة من اللحم يعني صراحة طبق صحي مئة بالمئة مهم كي ما قلت لكم صافي غادي نخلط هاد جازار هاكايا باش ندامج عندي العطرية مع ما خيزه صافي وغادي نديرو باش نحطو هاكايا في الآلة ديالت بخار من بعد هاكايا اخديت حتى الفاصولية الخضراء واللوبيا الخضراء عند اللي ها نصط طريقة يعني نشرملها بزعتارو و هاكايا والعطرية و زيت الزيتون أنا هنا عندي الفاصولية مجمدة يعني ديالت كانت عندي كونجولي في الكنجيلاتور فكتعرفوا بالله هاد الخضراء ما كانت تكونش بزاة في السوق فأنا فيما كنلقها كناخدها وكننجمدها وكنخليها عندي في الكنجيلاتور كذلك ضفت ثلاثة الحباس ديال البطاطا يعني غا ندير لهم نفس الطريقة بلا ما رحتاج يعني نكرروا و نعاود و نعاود باش ميكونش الفيديو مومي فأنا اخساري سلبناس أن الطبق ديالي يرافقو هاكا يا بخضراء اللي هي يا بطاطا وخيزو اللي بيا خضراء وكيبقى حسب يعني تقدروت تزيدو حتى القرعة خضراء أو للقوجات يعني تزيدو حتى جلبانة يعني كيبقى الخطيار ديال الخضراء حسب المتواجد عندكم في البيت ففي هاكا يا من بعد ماشر مرت الخضراء غادي نسدع ليها في الآلة ديال التبخار و نخليها تبخار على خضراء فهاكا من بعد ماشر مولا ديال الخضراء خليتها هاكا يتبخر فكيما قلت لكم ضروري أنكم تحركوا الكوكوس يعني مرة مرة من خمسة دقائق خمسة دقائق أو لعشرة دقائق عشرة دقائق تحركوا هاكا بها الطريقة باش ما يلسقش لكم يعني الحم في القاعدة للطنجرة فالبناس هنا من بعد مدازل تقريبا واحد خمسة واربعين دقيقة حليس على الكوكوس كما تلاحظوا بالدهون كاملة اطلق هذا كل الحم يعني كما تشوفوا في القاعدة كما شفتوا في القاعدة للطنجرة يعني قاعد دهون ديال الحم يعني هكا يطلقها فتخيلوا البناس راه كي يجياد الحم ناشفوا الديد وصحي وقاعد الناس اللي كتبغي تتفادى انها هتا كل حملة يعني كتتفادى انها هتا كل حملة حتى بالدهون فهالطريقة تجيز صحية هنا يا خدرة دياليته هي قريبة توجد يعني تقريبا قريبة تنضج سوفي غني نخليها هكا يتكمل طياب وغادي ندوز هكا باش نوجد واحد لاسوس اللي غادي نرافق بها هالطبق باش ميجينيش ناشف سوس طعمات هكا بطيبة ديال التومة وطيبة ديال المعدنوس خديت هكا واحد ثلاثة ماطيشات ثلاثة حباس ديال الماطيشة متوسطين في الحجم هكا جوجات حييت لهم زريعة وحده خليت هكا بزريعتها باش ميجينيش لاصوس حامضة سوفيو هكا قطعتها شلطتها هكا كما كتعرفو شلطتها عادي وزيت لها القزبر ومعدنوس ونزيد لها التومة محكوكة سوفيو عند الاعطرية عادية سوفيو عن وجد لاصوس هكا بطريقة عادية سوفيو عادية من بعد ما حكيت تومة خديت هكا واحد الفورشات مني بدات كتنزل عندي ماطيشة بلقيت هكا يكنمس لاصوس يعني كنمس هبا ديك الفورشات يعني باش ما تبقى ليش يعني باش تنزلي يم زيان ماطيشة في الاصوس سوفيو غادي نبقى هكا ينحرك ونمس نحرك ونمس حساسة توجد عندي وصافيو غادي نكون ساليس انا احنا يضفت شوية الملحة راكم اعرفين انا من النوع ليدي ما كنسى الملحة او لكنلقى هكا كنخلي حتى الاخرات كنزيد مهم هنا توجد عندي لاصوس كنخليها حساسة تتقادم زيان وتنشف باش كتجي لي هكا خاسرة ودجي بنينة غادي ندوز هكا من بعد ما وجدت للاصوس باش نوجد طبق ديالي مشكل بالخضر فكيجي على هاد الشكلة لبنات قدمتو هكا لها الطريقة هادي كيجي السراحة لبنات غزال وبنين وصاحي فبالنسبة لبنات القطراح الثاني اللي غادي نقطراح عليكم نقطراح عليكم هكا طويجين اللي حتى هو هكا صاحي راكتعرفو الماكلة ديالنا المغربية مكينش محسن منها يعني في صحية وكتكون بنينة هكا يدرس طريقتي انا فنصيب الطاجين البنات اول حاجة درسها كفتواجين ديالي زيت بلدية او لازيت الزيتون ضفت عليها هكا يلعطرية تقريبا عنكم ميزانكم فالعطرية يعني يعني انا كندير كندير راس معلقة كبيرة كما قلت لكم البنات القرفة اللي كنكتر شوية كندير نص معلقة كبيرة كتوتر مع الماداق ديالدجاج كما كتعرفو صافي ودرت مليحة وشويت بزار شوية هذا شوية الخرقوم صافي ما كنديرش انا بتحمي رقاح في طويج ناس كندير غير الخرقوم الصحية ناس الطبيعي اللي عرقوا كيكون متحون وغدين ناخد هكا الحيماس ديالدجاج غدين في اللحوماتك بالموس كما تشوفو في السور على الشكل هكا طولي باش ضغياء ضغياء يتشربوني وغدين بدا هكا نخلط بهم العطرية وغدين هكا الباقي القطاع ديالدجاج اللي عندي باقي من بعد البنات هكا يما شرملت ديالدجاج ديالي يعني دخلت فيه ذاك العطرية غادي ناخد تقريبا واحد ربعات الفصوص ديالدج غادي نحكوهم في الحكاكة الرقيقة يعني ديك الحكاكة دماتيشها الحكاكة الرقيقة كنحكم في الحكاكة الرقيقة مكا نقطعه مش بلموس باش هكا كي يتلاقوا ليدك الجاة ديالهم في طويجين وكي تجي ديك الماداق ديالتما باين كتعرفوا بلا الماداق ديالتما كي تواتي مع الحمدية مع تجاج كي يجغزال مهم هاكاية غادي نحكى عليهم هاد الربعة الفصوص ديال التومة غادي نزيد بصلة هاكاية تكون متوسطة في الحجم يعني موين غادي نشلطها رقيق وغادي نزيد قصبرو مع الدنوس تقريبا هاكاية عينكم وميزانكم هاكاية تقريبا وحجوج معالق كبار غادي نقطعو هاكاية من فوق من الحم وغادي نخلط هاد شي كامل ونخليه نخليه على جانب أنا طريقتي البنات في نصيب ديال التاجين ما كنقليش الجاج ما كنقليش نهائيا كنشرم له وكنخليه تقريبا واحد ربوع ساعة تولود ساعة وهو في ديك الشرمولة حتى يشربها راكم عارفين باللي في اللحظة للحيمات دغياء غي يشرب ديك الشرمولة صافي ومن بعد كنستفل الخضيرات ديالي وأما كنستفل الخضيرات اللي بغا ندير في الطواجين عادي كان أحطوهم من فوق البوطة يعني لعافيين هيه يــــــــ lil-e فيزاف يزاف وما لكن رويس يعني ما كانوا مرقش طواجين ديالي يعني بزاف ديال الماء كنديرت قريبا فيما من كاملش يعني كاس شاي ديال الماءيرon يعني كاس الضوف الشاي ديال الماء، كأنو مرّق الطواجين ديالي الى أي طواجين الذي غير في المدية الخضيرات الخضيرات الذي دائرة فيه يرى يعني course شأننا تعرف اللي الخضيرات tochakau الماء والمصلة تلق الماء واللحم حتى هو غير يطلق الماء يعني باش كيجي يعني باين يعني تيجي هكاية بنين وكيجي تجي فيه اللذي يعني غير ديال الخضراء واللحم من بعد البنات ما خليز هكاية دجاج ديال يشرب الشرمولة مزيان اللي درت له تقريبا داست واحد ربع ساعة تلت والساعة كيما قلت ليكم غادي ندوز هكاية باش نحط على نار مهيلة للاحتم توسطى يعني ما بين مهيلة ومتوسطى وغادي ندوز باش نستفى الخضراء ديالي فانا اختاريت كيما قلت ليكم هاد البصلة هكاية صغيرة وارا على شكل بيضاوي كتع طيمن يدر زوية وان في الطواجنات وبتطاقص بي قطعتها دوائر وغادي نبدأ ندوز هكاية باش نستفى فوق التاجين وختيت نصف نصف حمضة مصيرة والزيتون الخضر يعني تقدروت تستغنى وعلى الزيتون وغادي ندوز هكاية باش نستفى خضراء ديالي وغادي نكيما قلت لكم هادين مرق غير بكأس شاي يعني تقريبا كاس اللارو بيعني ديال الماء وغادي نخليها كاية طيب على خاطر خاطره فهالطواجنا البنات كيجي معل لك وبنين وكيجي السراحة فيه وحطي باد الحلاوة كيما كتعرفوا البصلة صغيرة فكتلق دك ديال الحلاوة في فلاسوس ديال الطاجين كيجي سراح اغزال اما بالنسبة الاقتراح التالتة البنات فكنقترح لكم هكاية واحد الوجبة اللي كتجي يعني سريعة إلا ما كانش عندكم الوقس وبغي نديروها كياغدة يعني في دقيقة تسئين يعني ما كانش عندكم الوقس وكتجي حتى هي مغدية بحكم أن فيها الخضر فيها الفلفلة مشكلة يعني العلوان وفيها فيها البصل وغاي تكون فيها حتى ما طيشة والبيض أكيد تكونوا عارفين هاد هاد الاكلا هادي ولكن صراحة احبيت انني انقطارها لكم فاحنا شحال مرة كنكونوا عارفين الحاجة يعني عارفينها ولكن مكدوش لنا من البال يعني كنكونوا عارفينها وناسينها في موهيما تموا معاي فانا في طريقی يعني في هاد الاوكلة كنخلي حتاسة البصلة يعني تكاراميليزا مع الفلفلة نخلي حتاسة الطيح مزيان ولي لونها مشي يعني غادي هاكاية اللون الكاراميل عاد نزيد عليها المطاشة هاكاية مقطعة مربعات صغيرة وغادي نخلي حتاسة الطيح لي مطاشة مزيان مزيان عاد غا نضيف العطرية يعني العطرية هنخليها حتي قتالي يعني حتى نضيف للطماء بالنسبة للبنات العطرية انا قدرت تقريبا رسم حلقة كبيرة من كل حاجة ما قدرت شغل الكامون انا كنفضل الطعم دي القرفة في هاد المقيلة على الكامون يعني قدرت رسم حلقة من كل حاجة الخرقوم اللي بزار اي حاجة يعني من كل حاجة والقرفة قدرت تقريبا جاي نسمع القاة كبيرة باش تجيبين لوقو ديالها في هاد المقيلة تجيبنينا الصراحة بالقرفة صافي هكا كي نبدأ ننخلط وحساسة الطحليم زيان ما تيشاو تنبدا مجي عندي العطرية مع باقية العناصر كما كتشوفو كتولي لاصوس ملكا يعني ما كتبقاش هاديك البصيلة والفلفلة يعني واقفين وشادي نفروسهم وقاسحة كيهبطوهم زيان هكا ياخدت واحد خمسات البيضات هما اللي غادي نضيف صافي ومن بعد ما غادي نضيفهم على الخالط غادي نخلط حساسة طيبولي وصافي وغادي يكون عندي واجد بالنسبة لبنات القصير راح الرابع والاخير فانا يا هكا يا قصير راح سوحط ويجين ديال الحوت بحوت الفرخ بشاتلي يسمحولي مشاتلي الباقسي ديال الشرمولات الحوت ولكن را مدرت شي حاجة كثير لبنات بدرت غير القصبر ومعد نوس كثير يعني تقريبا واحد زلافان توسطة تومة هكا يا واحد الكوريكيبة ديال تومة ودرت يعني هكا يا العطرية ديال الحوت را كونك تعرفوا العطرية ديال الحوت كيكون كتير فيها الكمون مع التحمارة صافي وملحت هكا يا الشرمولة وجمعتها بزيت الزيتون وعسر حامضة صافي وشرمرت الحوت ديالي وخديت هكا يا الفلافيل هكا يا ملونة يعني السفرة والحمرة والخضرة قطعتهم على الشكل طول شرائح رقاق وغادي نستفهم هكا يا فتاجين من بعد البنات هكا يا أخديت حبة طماطم توسطة يعني في الحجم قطعت هكا يا بيخليتها يعني بالقشور ديالها قطعت ها دوائر وغادي نديرها هكا يا من الفوق ما تخافوش يعني هكا يا القشور ديال خليتها بقشورها باش تبقاليا يعني شدلافور ومحتى القشور في الصراحة اش كي طيبو كي يجي وبنانين في التاجين والبيت من بعد هكا البنات شاطت لي شرمولة اللي خليت يعني أنا تقصت أنا نخلي واحد شوية شرمولة كنديرو من الفوق درتو هكا يا من فوق دوائر ديال ما تاشا غادي نزيد هكا يا واحد نص حامضة غادي نقطع هكا يا دوائر رقاق شرائح رقاق وغادي نضيرها هكا يا من الفوق فهديك البول اللي خلط فيها الشرمولة غادي نزيد عليها الماء الجهد اللي غادي نمرق به طواجين غادي نشللها يعني بهذاك الماء باش غادي نمرق صافي وغادي نكون سيريس غادي نحطوها كي على النار مهيلة كتعرفوا البنات طواج ناس قد ما اخدوا وقتهم في الطياب وطابوا على النار مهيلة يعني لعافية مهيلة كي يجيوا بنان فهدا هو السير باش يجيوا طواج ناس معلكين وبنانين ويعني واخدين حقهم في الطياب فالبنات مني كيوجد منعوتش لكم على تسعليكة والبنة اللي كتجي في هات طواجين كما تحكم انكم تجربوه بهات طريقة غادي يجبكم وما ديش تقود تستغنوا على هات طريقة في طواجنات الحوث فكانوا هادو البنات هما القتراحات ديالي الوجبات الغاداء نتمنى نلقاكم في فيديو جديد على القناة الى اللقاء